منظم جائزة كفادريغا الألمانية التي تمنح سنويا في الاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية قرار حجبها هذا العام وذلك بسبب الجدل الواسع والاحتجاجات العريضة التي ترت الإعلان عن منحها لرئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بل إن شخصيات حصلت على هذه الجائزة مثل الرئيس تشيك السابق فاكلاف هافل هددوا بإعادتها فالمعارضون لهذا الاختيار اعتبرون أنه إيهانة للمدافعين عن حقوق الإنسان التي ضرب بها بوتين عرض الحائط فضلا عن حربه في الشيشان وإخماده لصوت وسائل العلام هناك رأي مفاده أن بوتين بصفته ممثلا لروسيا لا يستحق هذه الجائزة لأن هناك مشاكل كثيرة في روسيا لكنني لا أعتقد أنه سبب وجيه فهناك الكثير من المشاكل في البلدان الأخرى أيضا هناك مشاكل كثيرة في ألمانيا والولايات المتحدة لذلك ليس هذا بسبب جدي ومقنع بالنسبة لي أعتقد أن الوقت مبكر جدا كي تمنح هذه الجائزة لبوتين لأن هناك فوضى في كل مكان في بلادنا المتحدث باسم فلاديمير بوتين اعتبر أن تراجع الجمعية الألمانية عن منح جائزة كفادريغا لبوتين لا يؤثر سلبا في العلاقات الثنائية الروسية الألمانية مشيرا إلى أن موسكو تحترم هذا القرار ترجمة نانسي قنقر